السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نتحدث الآن عن موضوع نمازج التعلم والتعليم للموهبين وهو النموذج من النمازج هو نموذج بلوم وطبعا زي ما احنا عارفين بلوم هو من نتحدث أكثر عن موضوع الأهداف التعليمية وتطورها وكذا وطبعا هو بيركز على نقطة ان احنا نضع بعض الأهداف التعليمية الخاصة بالموهبين المتفوقين المتدرجة وده نقطة مهمة جدا وهو برضو التحدث عن الموضوع الجانب المعرفي والجانب الانفعال والاهتمام بالجانب المعرفي اللي بيركز على المهارات الزكائية والقدرات وكمان الأشياء الخاصة بالأهداف التعليمية اللي هي المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقوين كل دي من الأشياء المنظمة اللي اتحدث عنها بلوم وخاصة بالموهبين المتفوقين طيب تاني نوعه هو نموذج جيلفورد ونموذج جيلفورد طبعا سلسل الأبعاد اعتمد على المحتوى والعمليات والنواتج المحتوى اللي احنا هنقدمه للموهوبة والمتفوق والعمليات الخاصة بالمحتوى الذاته والنواتج اللي احنا بنبحث عنها طيب كمان عندنا نموذج ويليام نموذج ويليام ركز على بعض الجانب المعرفي والجانب الانفعالي والموضوع الجانب الانفعالي ده موضوع مهم جدا في عملية التعليم وانا بقول دايما لازم نهتم بالحالة النفسية للطلاب داخل القعات وداخل المدارس ده من الأشياء المهمة جدا اذا كانوا علينا ومتفوقين فيه عندنا نموذج ونزلي ده كمان نموذج خاص بتطوير نشاطات الاثباء للطلب الموهوبين والمتفوقين وبيقوم على ثلاث مستويات من الاثباء نشاطات عامة في الاكتشاف ان احنا نزود عندهم الاكتشاف كمان عندنا تدريبات على النشاطات الاجتماعية والموضوع للنشاطات الاجتماعية ده موضوع مهم جدا وكمان النقطة التالتة وهو الفحص مشكلات حقوقية بالنسبة للموهوبين المتفوقين واخر نوع عندنا وهو نموذج ميكر ده نموذج ميكر بده اربع ابعاد وبيتحدث عن المحتوى والعمليات والنواتج والبيئة طبعا بالنسبة لجيلفورد جيلفورد تحدث عن ثلاث ابعاد هو المحتوى والعمليات والنواتج ولكن ميكر اضاف لنا ايه البي او ده موضوع ايه مهم وهو بيركز على حتة جميلة وهي قدرة البيئة على تنفيذ الاطراء واستفادة الموهوب منه لكن جيلفورد تحدث فقط لغير عن المحتوى والعمليات والنواتج اخر نقطة بالنسبة للتعامل مع الموهوبين والمتفوقين لازم ان احنا نساعدهم على وضع اهداف وضع الاهداف زي ما قال بلوم ان احنا عندنا الاهداف اللي احنا ايه المهمة بالنسبة طبعا بعض المعلمين ما يتوقعش ان الموهوبة والمتفوق ده كل شيء عنده دقة متناهية لا طبعا الكمال لله واحده طبعا بالتأكيد عندهم بعض ايه المشكلات عايزين نرفع لهم نشاطات ابداعية لازم نساعدهم على الابداع طيب كمان نقطة مهمة جدا منافسة بس منافسة بنجاح مش بمقارنة ان احنا نقارن ما بين طالب وطالب ونزود المشكلات ما بينهم لا منافسة بايه منافسة بعقلانية وبنجاح طبعا بعض المهوات القيادية ده نقطة مهمة جدا في الموهوبين والمتفوقين